وقع الأردن وفرنسا اليوم اتفاقية التعاون الفني لدعم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن وضمن إطار مبادلة الدين الفرنسي ووفق الجانب الفرنسي على تمويل اتفاقية الدعم الفني لوحدة الشراكة بين القطاعين في وزارة المالية بمبلغ 100 ألف دينار بالإضافة لمبلغ 25 ألف يورو منحة من مديرية الخزينة الفرنسية وتشمل مجالات التعاون الفني تطوير خطة عمل وحدة مشاريع الشراكة لمدة ثلاث سنوات قادمة ودعم الوحدة في إعداد وتصميم دراسة لإنشاء صندوق تطوير مشاريعها حضرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على مسافريها استحاب جهزة جالكسي نوت سيفن على متن طائراتها وإلى جميع الوجهات في مختلف أنحاء العالم اعتبارا من اليوم وقالت الشركة في بيان صحفي أن هذا القرار يأتي في ضوء المخاطر التي يمكن أن تنجم عن المشاكل الثنية المعروفة في هذه الأجهزة وحفاظا على سلامة المسافرين وجاء الحظر بعد توقف سامسونج عن إنتاج وبيع هذا الهاتف نهائيا بسبب مواجهة مستخدميه لمخاطر تتعلق بإطلاق حرارة من الهواتف الأصلية من هذا النوع وبينت الملكية أن عملية الحظر تشمل عدم استحاب المسافرين لهذه الأجهزة أو وضعها في حقائب اليد الشخصية على متن الطائرات أو في أمتعة السفر التي يتم تسليمها لموظفي المطارات وكذلك ضمن عمليات الشحن الجوي أظهرت مؤشرات رخص البناء وجود تراجع محدود في النشاط العمراني في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بحسب تقرير لدائرة الإحصاءات العامة وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة في الثمانية أشهر الأولى من هذا العام 22.200 رخصة مقابل 22.500 بذات الفترة من العام الماضي بتراجع 1.1% كما تراجعت مساحات الأبنية المرخصة 6.5% لتبلغ 7.800.000 متر مربع أما بالنسبة لأغراض البناء فقد أظهرت البيانات تراجعا في المساحات المرخصة لغيات السكن بنسبة 11.2% مقابل ارتفاعها للغيات غير السكنية بنسبة 18.4% خلال فترة المقارنة أما على مستوى المحافظات فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 47.1% ثلاثة محافظة إربيد بنسبة 18.5% ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.2% ومحافظة البلقاء بنسبة 7.4% والعقبة بنسبة 3.1% والباقي توزع على المحافظات الأخرى بدأ خبراء مختصون في المنظمة البحرية الدولية برنامج التطقيق الإلزامي للدول الأعضاء بالمنظمة بهدف التحقق من متطلبات الاتفاقيات الدولية البحرية الرئيسية ويتضمن البرنامج الاطلاع على الإجراءات التي قامت بها الهيئة البحرية الأردنية وشركائها في هذا المجال وتأكد من تحقيق المتطلبات ومعايير السلامة البحرية والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية مدير عام الهيئة البحرية الأردنية الكابتن صلاح أبو عفيفة اعتبر خلال افتتاح أعمال البرنامج في الأردن إنه مؤشر على مدى التزام الإدارة البحرية الأردنية بتوفير شروط ومطلبات ومعايير السلامة البحرية للسفن والطواقم البحرية احتفل البنك التجاري الأردني برابح السيارة الأولى لشهر أيلول 2016 مع حسابات تجاري توفيري والذي فاز بها زكي ميمون عميل من فرع جبل الحسين المزيد من التفاصيل في هذا التقرير ضمن السحوبات الشهرية لعملاء حسابات تجاري توفيري سلم البنك التجاري الأردني سيارة تويوتا يارس 2016 للرابح الأول لشهر أيلول صر لي فاتح حساب البنك من 16 سنة ومن جديد فتحت حساب باسمه توفيري واتصلوا فيه يوم الخميس وكانت مفاجأة كبيرة إلي وكتير مبسطت أني لأول مرة بربح جائزة قيمة مثل هذا ويسعى البنك دائما لتحقيق أكبر منفع لعملائه بتمييزهم عن غيرهم بالعروض والخدمات المتجددة نتمنى من كل العملاء يظلهم مستمرين معنا ويزيدوا من حساباتهم عشان يزيد فرص الفوز لأنه نحن مش إنه إذا العميل ربح أول مرة معناته ما بتتكرر لا دائما الفرص الربح عندنا موجودة ومتكررة وطبعا هاي فرص الربح عبارة عن مكافأة وتأدير من البنك التجاري إلى عملائهم المميزين دائما البنك التجاري الأردني يقدم لعملائه سيارتين تويوتا ياريس 2016 و25 ألف دينار شهريا إضافة إلى 300 دينار لرابح يومي ضمن صحوبات حسابات تجاري توفيري في فقرتنا الأسبوعية عن المعادن والعملات تحدث رئيس نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات وساما مسيح عن دور الانتخابات الأمريكية في تحديد اتجاهات أسعار الذهب بالفترة المقبلة بعد أن تراوحت بين 1305 دولارات إلى 1375 دولارا للأنصة متأثرة بتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انخفضت أسعار الذهب في تداولات هذا الأسبوع بواقع 60 دولارا للأنصة والأسباب تحدث بها نقيب تجاري الحلي والمجوهرات أساما مسيح الدهب كان قلشي 1314 قبل أسبوع دولار للأنصة نزل للـ 1242 دولار للأنصة كتير كان في أسباب قدت لنزوله الطلب العالمي ما زاد فيزيكي لغطي البيع اللي باع هو صناديق وصناديق التداول بالدهب صناديق الاستثمار وصناديق التداول بالدهب هذا اللي نزل للدهب إذا بدنا نحكي الـ stops والطلبات البيع اللي كانت تحت الـ 1300 كان له دور كبير وتحت الـ 1272 كان له دور كتير أنه الضاعف سرعة نزول الذهب وعلى الرغم من تأثر أسعار الذهب بنتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب تحوط الاقتصاد العالمي من أي أزمات محتملة إلا أن المضاربين وصناديق الاستثمار كان لهم الدور الأبرز بتراجع الأسعار قبل الأسبوعين لما كمان أو أسبوع لما تأثر الباوند السلين ننزل فجأة طبعا بقولك ممكن تداول إلكتروني خاطئ كبس غلط الصناديق باعت تخوف تحوط كان طبعا قرار أو كان فيه خطاب لرئيسة الوزراء البريطانية أنه بشهر ثلاثة رح يبدأ الخروج الفعلي نزل فجأة الباوند ونزل فجأة الذهب والفضة والبلاتين والبلاديو من كل المعادر والأوردرات اللي كانت موجودة لم تكن كافية لتحمل الذهب الصين كانت في أسبوع هوليدي واستغلوا عدم وجود الصين باعوا الذهب صار فيه شيء اسمه هاي فريكونسي تريدينج اللي هو البيعة التردد الكبير الأجهز الكمبيتر بتحوط أوردراته بالتباية الانتخابات الأمريكية من وجهة نظر نقيب تجار الحلي ستكون العاملة الأبرزة في تحديد اتجاهات أسعار الذهب عالميا بالفترة المقبلة تصريحات دونالد ترامب وهيلر كلينتون إذا نجحت هيلر كلينتون رح يضل الدهب زي ما هو إذا نزح ترامب رح يطلع الدهب بشكل كبير أو هيك توقعات من ضربين من أجل تصليحة ترامب والأنصيرتينيتي عدم الرؤية الواضحة لا إيش ممكن هو يأثر عالميا حتى على الدهب لأن تفكيره يختلف يعني كان عوات بيحكي بدو يرجع لقاعدة دهب كان بيحكي تصريحات نارية بتتعلق بكثير أمور بلما يكون فيه أنصيرتينيتي ما فيه وضوح بالاقتصاد شو بيسير مستثمين بيجأوا للدهب الأسعار التي تصل إلى المستهلك في السوق المحلية الجزء الأكبر منها إنعكاس للأسعار العالمية فسعر الإغرامي من عياري 21 وهو الأكثر طلبا يبلغ 25 دينارا ونصف الدينار دهب العالميا بتجيبه دهب خامسة بائك يستورد من الأردن لا يوجد جمرك عليه يوجد رسوم واحد بالمية ويوجد رسوم مساعي وخدمات وشحن وتأمين عبالميجي بعدين عندك أجور الصياغة الصهر والصياغة والتصنيع وعندك أديش رسوم وصفاته مخيص للدمغة وعندك ربح التاجة كان هذا لقاء مع نقيب تجار الحلي والمجوهرات وسمى مسيحة عن أسعار الذهب عالميا وأبرز المتغيرات التي أثرت عليها